الناس المنيعة وعلى رجالها ونساءها وشيوخها وصالحيها وأطفالها المنيعة تسلمني على العلامة الشيخ عمران تسلمني على الحاج حجاج الحاج حجاج رجل واحد يستصلح 750 هكتار صلحها قع في لحام قع قمح قعدها قمح وزرع واجبار وتربية الأنعام رجل واحد وما زال عنده 350 هكتار راوي السنة يديرونه الكهرباء رجل واحد يستصلح 750 هكتار يعني هذه المنيعة آية من آية الله الزراعة نشح فيها لأن الهوان تحجامل ومعتدل زيد المياه الجوفية عذبة وطيبة وكل حاجة فيها تنجح بإذن الله يا سبحان الله الشيء وجعني في قلبي رب يعطى لهم في المنيعة بوحيرة عالمية السجلاء عند المنظمات العالمية ويجو لها الطيور بالآلاف المؤلفة كل سنة بوحيرة عالمية صدقوني ولا فيها كرسي وانت قعد عائلة كرسي ما خدموش وشو يدير رئيس البلدية قل لي بالله عليك وشك تسنى بشو تدير كرسي إنسان جاي يزور البوحيرة بشو تديره كرسي وشك تسنى قارار رئيس الجمهورية يدرسو رئيس الحكومة ويعرضو على مجزة الحكومة ويبعتوه للوالي المنتدب والوالي المنتدب رئيس الضائرة يبعتو لك بشو تدير كرسي وبش دير زبالة زبالة ما كاش حسبنا الله ونعم الوكيل العائلة على المنيعة يحبوا يتنفسوا وين يروحوا أربي يعطا لهم بوحيا ديروا لهم كراسة وين يقعدوا ديروا مزبالة وين يعموا الأزبال ديروا مقهى لبيعلاتي ديروا نظموا الحالة أربي يعطا لكم نعمة عظيمة ولكن المنيعة أهملوها أهملوها باش يحب يخرج ورقة وليد المنيعة واش يديها يروح ميتين كيلوماتر حتى الغرداية باش يخرج الورقة ولذلك أنا من أنصار منيعة ولاية ولاية واضحة لازم تكون ولاية سبحان الله العظيم خيرات فوق الأرض خيرات تحت الأرض المنيعة عندهم خمسة وسبعين أستاذ جامعي خمسة وسبعين أستاذ في الجامعة في الداخل وفي كل أنحاء العالم خمسة وسبعين أستاذ جامعي ما نقدرش نديروا لهم والي ولا رئيس دايرا من المنيعة حسبون الله ونعم الوكيل يعني تصوروا حاجة للدوخ حاجة للدوخ المنيعة قع ما فيهاش فندق 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 سياحي يجي إنسان حبي يزور المنيعة ويزور البحيرة العالمية ويزور القصر تاع بنات وإمرأة عندهم قصر قديم بنات وإمرأة بنت الحص ولا بنت البحوس ولا واسمار بنات قصر عظيم مرأة منيعية باش حافظ على الإسلام لأنها كانت كاينة قبائل وثانية وهي حافظت على الإسلام وبنات الجامع داخل هذاك القصر وكانت تحافظ على الإسلام منيعة قامة فيهاش فندق مزيئة ومزيئة ربي مرأة مرأة الحاجة الزرقاطية رسموا هذا الآسم مرأة خداها النف وراحت بنات إقامة من أجمل ما يكون باطل في سبيل الله يجي لها المسؤولون الجزائريون ولا الضياف ولا أهل العلم ولا أهل الوجاهة ولا إنسان حبي يزور المنيعة رمزيئة الحاجة الزرقاطية خداها النف وبنات لهم إقامة ضيافة قاتلك باش نضيف الضياف تعالى منيعة عيب يجوا للمنيعة وما يصيبوش فندق عيب دارت لهم فندق رحم على الحاجة الزرقاطية ربي يحفظك وربي يبارك لك رزقك وربي يزيدك مال على مال واشنو نوصيك يا الحاجة الزرقاطية السمع يمليع انتي يا مرأة صالحة وربي يبارك لك في الرزق ورزق هدى ثاني أنا أحبك تروحي لشيخ عمران أنا اسمعت باليونوي ابني زاوية لحفظ القرآن زاوية لحفظ كتاب الله روحي شارك معاه رشيل الله ابنيعة ديرها صدقة جارية علي إماك وباباك وجدك والله يا رب إن شاء الله ما يخذلكش أبدا ويخلك دايما عليها إن شاء الله سائر من المنيعة يقول كيف أرقع السهو في النافلة سؤال جميل ما لا حاول تفهم واللي يفهم يفهم لي ما فهمش كيف أرقع السهو في النافلة قال علماؤنا المالكية عليهم ورضى ورضوان واش قالوا السهو في النافلة كالسهوي في الفريضة السهو أكتبوه السهو في النافلة كالسهوي في الفريضة واستثنوا خمسة مسائل كاين خمسة مسائل وين السهو وترقيع الصالة في النافلة يختلف عن الفريضة أنا نحاول نبسط باش تفهموني واحد ليسها في النافلة يرقع السلاته كما يرقح في الفريضة إلا في خمسة مسائل هايا كتبوها المسألة الأولى تركوا الصورة بعد الفاتحة يخلي ينسى ما يقرش الصورة بعد الفاتحة في الفريضة وشي دير يسجد قبل السلام ولكن في النافلة لا لا يسجد يقرى الفاتحة فقط ولا شيء عليه تركوا الصورة بعد الفاتحة لا يسجد لتركها في النفلة بخلاف الفريضة وإلى حسنة